بسم الآب والابن الروح الكدس إله الواحد أمين اليوم الثلاثون من شهر توت المبارك الآية التي صنعها الرب مع البابا أثانسيوس الرسولي وكنيسة قرالنا أيضا إنجيل الرعاية إنجيل من يوحنى عشرة باب الخراف والرعاية بننظر لها هو بصورة إنه الرعاية هي النمو الداخلي للإنسان الله يرعاك علشان تنمو ترتبع من داخلك فرعاية ربنا لنا في داخل أنفسنا لكي يقوي النفس الداخلية علشان ربنا يريد أن يؤيدك بالقوة في إنسانك الباطن مش في إنسانك الخارج في إنسانك الباطن يريد أن يؤيدك بالقوة في إنسانك الباطن ليه بقى؟ إنسانك الباطن ده لما المسيح يحل بالإيمان في قلبك روح الله العامل في داخل قلبك هتبوز تلاقي بتنشأ معاك صورة مختلفة تماما للنمو الداخلي هتلاقي عندك إيه؟ إنه تتأصل وتتأسس في المحبة فالتأصيل والتأسيس في المحبة بيخلي عندنا نوع من الإدراك العقلي هندرك إيه بقى؟ هندرك محبة الله فائقة المعرفة هنبتدي ندرك مع جميع الكديسين اللي سابقونا اللي نموا، اللي كبروا، اللي ارتفعوا، اللي كانت حياتهم مصوقة بعمل روح الله بيتأصلوا وبيتأسسوا في المحبة علشان يدركوا مع جميع الكديسين هندرك إيه؟ محبة الله فائقة المعرفة تلاقي محبة المسيح بتحصرك محبة المسيح فائقة المعرفة لما يحصل إنك تدرك محبة المسيح فائقة المعرفة زي ما بوليس الرسول قال لنا فتمتلئوا إلى كل ملء الله القادر أن يفعل أكثر جداً مما نطلب أو نفتكر حسب القوة التي تعمل فينا عشان كده رعاية ربنا لنا إنه يرفعنا فبيفتح لنا الباب طب مين هو الباب؟ المسيح وحده هو الباب هو باب الخرافة ليه باب هو يحملنا فيه يأخذنا تجسد من أجلنا صار إنساناً مثلنا حملنا فيه دخل إلى الصليب أبطل سلطان الخطية كبرى موتنا معاه أقامنا معه أجلسنا معه في السماويات فبالتالي دخل بنا إلى الأحضان الأبوية دخل بنا إلى قدس الأقداس ونحن فيه دخلنا معه فيه به له إلى قدس الأقداس فبالتالي المسيح هنا أصبح إيه؟ هو الباب وهو الوحيد اللي ممكن يكون الباب لأنه يحملنا فيه علشان كده لما بنقول المسيح هو الباب يبقى هو ليس بأحد غيره الخلاص لأنه هو الذي يحملنا فيه إلى الأبدية ربنا يعطيكم كل نعمة وبركة ندخل من الباب الذي هو المسيح يسوع إلهنا الذي له المجد والكرامة إلى الأبد أمين